موسيقى نشرة الاخبار من قناة عدن الفضائية اهلا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة الى نظيره الزامبي اتجار شاكو لونجو هنأه فيها بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده وقال رئيس الجمهورية في البرقية يسرني باسم وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية ان اعرب لفخامتكم ولحكومة وشعب جمهورية الزامبيا الصديق عن خالص التهاني واطيب الامنيات بهذه المناسبة متمنيا لكم موفور الصحة والسعادة ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والتطور والازدهار عدى رئيس الوزرات دكتور احمد عبيد بن دغر والوفد الوزاري المرافق له اليوم العاصمة المؤقتة عدن بعد زيارته التفاقدية التي شاملت محافظتي حضر موت وسقطرة حيث كان في استقباله محافظ عدن اللواع دروس الزبيدي ومدير الامن لواشلال شايع وعددا من اعضاء السلطة المحلية والقيادات العسكرية والامنية وكان رئيس الوزراء وقبل مغادرته مطار سقطرة وقد زار مجلس شيوخ سقطرة واستمع الى الدور الكبير الذي يقوم به المجلس في حل قضايا المواطنين بالتعاون مع الانجهزة الامنية لا سيما بعد غياب القضاة وعضاء النيابات بعد الحرب التي فرضتها الميليشيات الانقلابية على الشعب اليمني وثمن رئيس الوزراء الجهود التي يبدلها المجلس في خدمة المواطنين وحل قضاياهم موجهن محافظة سقطرة وسلطة المحلية بضرورة استعادة دور المحاكم والنيابات في اقرب وقت الى ذلك زار رئيس الوزراء مشتل اديب الزراعي والذي يحتوي على ثمانمائة نوع من الاشجار السقطرية النادرة حيث يقوم هذا المشتل بالحفاظ عليها من الانقراض وغرث شجرة دم الاخوين تجيعا للقائمين على المشتل وتقديرا لجهودهم وشكر رئيس الوزراء سلطة المحلية بمحافظة السقطرة على الجهود المبذولة لخدمة المحافظة وتطويرها في كافة المجالات معبرا عن شكره على حصن الضيافة والاستقبال الذي حضيت به الحكومة خلال فترة زيارتها للمحافظة وكان في وداع رئيس الوزراء والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار السقطرة وزير ثروة السمكية فهد كفاء ومحافظ السقطرة سالم عبدالله السقطري وعددا من اعضاء السلطة المحلية والمشايخ والاعيان والشخصيات السياسية والاجتماعية وفروس رئيس الوزراء للعاصمة المؤقتة عدن اتجها الى مقر الحكومة بقصر المعاشيق لعقد اجتماع طارئ لمناقشة السبول لمواجهة ازمة الكهرباء ومرض الكوليرا الذي بدأ ينتشر في عدن والمحافظات المجاورة وضرورة توفير عيادات متنقلة لمواجهة الوباء رافق رئيس الوزراء في طريق عودته الى عدن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية لوارق النح حسين عرب وزراء الاعلام عمر الارياني والادارة المحلية عبدالرقيب فتح والسياحة الدكتور محمد قباطي والشؤون القانونية الدكتور النهال العولقي والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور سميرة خميس والمياه والبيئة الدكتور عزي شريم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلام والثقافة مروان دماج ونواب وزراء لدارة المحلية حسين منصور والسياحة محمد الدهبلي والخدمة المدنية عبدالله ميسري قال محافظ محافظة صعد هادي طرشان الوائلي ان ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح الانقلابية استغلت الهدن في تعزيز مواقعها بالاسلحة الثقيلة والمسلحين وترتيب صفوفها واضاف الوائلي ان الميليشيات قامت بتزويد مسلحيها باسلحة متنوعة بينها صواريخ ورشاشات اضافة الى زرع المزيد من الالغام في الطرقات والاسواق ومنازل المواطنين خلال الساعات الاولى من الهدن مؤكدا ان الوحدات الهندسية للجيش الوطني نزعت المئات منها خلال تحريرها للمناطق التي كانت الميليشيات تسيطر عليها واضح محافظ صعدان الميليشية خرقت الهدن في جبهة البقع ورفضت الالتزام بوقف اطلاق النار وشنت خلال اليومين الماضيين هجمات واسعة على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتم كسرهم ودحرهم مشيرا الى ان المعارك التي خاضها الجيش والمقاومة ضد الميليشيات اسفرت عن تكبيدهم خسائر في العتاد والارواح وتحرير مناطق جديدة بينها عرق الديابة وتم استسلام عشرين مسلحا لقوات الجيش واكد محافظ صعدان التزام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالهدن لكنها لن تقف مكتوفة الايدي تجاه اي اعتداء او خرق من قبل الميليشيات وثق التحالف اليمنين رصد انتهاكات حقوق الانسان في اليمن ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين خرقا ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالحة الانقلابية منذ ساعة العاشرة مساء الجمعة واحد وعشرين اكتوبر وحتى العاشرة مساء امس السبت 22 اكتوبر الجاري واضح التحالف في تقرير حصلت وكالة الاباء اليمنية سبع نسخة منه بان محافظة تعز شهدت ارتفاعا في عدد الخروقات والتي بلغت 196 خرقا وتعد الاكبر في قائمة الخروقات منذ اليوم الاول لبدء سريان الهدنة ووقف اطلاق النار واشار التقرير الى ان عدد الخروقات التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في محافظة الصنعاء بلغت 34 خرقا في نهم واثنين وعشرين خرقا في محافظة حجة وواحد وعشرين خرقا للهدنة في محافظتي ريمة وصعدة وثمانية عشر خرقا في محافظة الضالع وعشرة خروقات هي الاولى خلال الهدنة في امانة العاصمة واربع خروقات في محافظة الجوف واختراقين في لحجة واختراقا واحدا في محافظة اب لافتا الى انه لم يسجل اي اختراقا في محافظتي مأرب وشبوة ولفت التحالف لان ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ارتكبت 783 خرقا للهدنة منذ بدء سريانها ليلة الاربعاء التاسع عشر من اكتوبر وحتى ليلة السبت الثاني والعشرون من اكتوبر الجاري مشيرا الى انه يعد تقريرا تفصيليا عن الهدنة والخروقات التي تم توثيقها وسيتم الاعلان عنها لاحقا استنكرت السلطة المحلية بمحافظة تعز بشدة اقدام ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح الانقلابية على منع وفد منظمات الامم المتحدة من الدخول الى مدينة تعز صباح السبت في عملية عكست مدى استهتار الميليشيات بالهدنة وتحديها للمنظمات الانسانية وللامم المتحدة والمجتمع الدولي والعالم واضحت السلطة المحلية ان وفدا امميا برئاسة المدير القطري منظمة اليونسيف جوليان هارنيز ريك كان في طريقه لزيارة المدينة بغرض الوقوف على الوضع الصحي والانساني في تعز والالتقاء بالجهات الحكومية وهيئة الاغاثة الانسانية قبل ان تتعرضها الميليشيات الانقلابية في منطقة الاقروض التابعة لمديرية المسراخ وتجبره على العودة من حيث اتى وجاء في البيان ان السلطة المحلية بمحافظة تعز برئاسة المحافظة علي المعمر تستنكر هذا التصرف الارعن الذي يخلو من اي ليقاء التزامات مدنية او انسانية ودعت السلطة المحلية وفد منظمات الامم المتحدة على اطلاع الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي بطبيعة ما يدور في مدينة تعز المحاصرة ونقل معاناة المدنيين المحاصرين من وحي ما تم مشاهدته ليقف المجتمع والدول والعالم على حقيقة ما يدور في هذه المحافظة التي تتعرض لعملية ابادة وحصار خانق منذ نحو عامين استولت ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية على قافلة اغاثية تابعة لمنظمة ان للتنمية والتي كانت في طريقها الى مديرية المسراخ جنوب مدينة تعز التي يعاني سكانها من اوضاع مأساوية جراء عمليات الحرب والحصار التي تفرضها الميليشيات الانقلابية على مدينة تعز منذ عام ونصف وقالت منظمة ان للتنمية ان القافلة التي تم احتجازها في الثلاثين من سبتمبر الماضي في نقطة امنية تابعة للميليشيات عند المدخل الشرقي لمدينة تعز كانت تستهدف اربعمائة اسرة في المديرية الذين يعانون من اوضاع انسانية غاية في الصعوبة وضغف البيان ان كافة وسائل الوساطة التي تدخلت للافراج عن القافلة فشلت في اطلاقها بعد ثلاثة اسابيع من احتجازها رغم ان المنظمة لديها موافقة من الاجهزة الامنية بالسماح لها بالمرور وايصال المساعدات الانسانية الى مستحقيها في مديرية المسراخ بتعز واكدت المنظمة ان احتجاز القافلة الاغاثية تؤكد النية المبيتة للميليشيات وبعدها عن اهدافها الانسانية وسعيها لمضعفة الام مئات المدنيين النازحين الذين كانوا بانتظار فريق الغوت الانساني التابع للمنظمة للتخفيف من معاناتهم وصفة هذا العمل بالتحدي السافر للقانون الدولي والانساني والغير اخلاقي بحق مئات المدنيين النازحين من ويلات الحرب بهذا الخبر مشاهدين نكونوا قد انتهينا من نشرة هذا المساء دمتم ودم الوطن بألف خير الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة